ونبقى في ملف قطاع غزة حيث أشار وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف بالموقف المصري زاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اليوم الأول قال أبو سيف إن مصر لعبت دورا محوريا في التصدي للمخطط الإسرائيلية الذي كان يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القصري أو الطوعي لسكان قطاع غزة مشيرا إلى أن إعلان مصر والأردن الرفض القاطع لهذه المحاولات الإسرائيلية أفشل هذا المخطط وأضاف أن العنصر الحاسم في منع تهجير القصري لسكان غزة هو الموقف المصري والأردني بالإضافة إلى صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية